خلال خطبة الجمعة أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان بفضل الله تعالى وبفضل القوات المسلحة والشرطة ورجالهم المخلصين مشددا على أن جيش مصر جيش رشيد يحمي ولا يبغي نعم وقد أشهد وزير الأوقاف بما يفضله كافة العاملين بالأوقاف على مستوى الجمهورية من جهود حثثة في حملة التعقيم الواسعة ووضع علامات التباعد لإرشاد مصلين لإعادة فتح المساجد غدا جيش مصر جيش رشيد يحمي ولا يبغي نار تحرق من يعتدي على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها والمرتزقة والمحتلون لا يبنون دولا ولا يحمونها تأكيدات وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة والتي جاءت تحت عنوان شرف الجندية المصرية عندما أكد سيادة رئيس أو وصف جيش مصر بأنه جيش عشيد فهو جيش يحمي ولا يبغي لا يجور ولا يعتدي ولكنه نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرض مصر أو حقوق مصر جيش ليس به مرتزقة ولا ميليشيات هو من أبناء هذا الشعب المحتلون لا يحمون بلدا والمرتزقة لا يحمون بلدا إنما يخضبونها إنما يحمل بلاد أبناءها وجيش مصر من لحمة هذا الشعب ومع قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المساجد للصلوات الخمس بدءا من فجر غدا مع استمرار تعليق صلاة الجمعة تأتي تأكيدات وزارة الأوقاف بضرورة التزام المصلين بخطة وضوابة دخول المساجد ضمانا لحمايتهم من مخاطر قد يسببها انتشار وباء كورونا هل أنت عايز رسالة المساجد تظل مفتوحة كما نؤمل جميعا يبقى أنت عليك تلتزم بالإجراءات الوقائية إنك ترتدي الكمامة تأتي بالمصلة الشخصي تلتزم بعلامات التباعد الموجودة لا تزحم عند الدخول ولا عند الخروج تتجنب المصافحة المعنقة لو أنت كده يبقى أنت بتساعدنا مش بتساعدنا بتساعد نفسك وبتقدر سالة جاهدينك إنك بتساعد على فتح بيوت الله عز وجل اتباع استراتيجية الوقاية من وباء فيروس كورونا وانتشاره وتمدده هو ما تسعى إليه الدولة المصرية من خلال إجراءات احترازية ضمنها إعادة فتح المساجد بضوابط وقائية تعتمد على وعي والتزام المواطنين من مسجد محمد علي بالقلعة وليد هيك للتلفزيون المصري هذا وتشهد مساجد الجمهورية حملة تعقيم واسعة مع وضع علامات للتباعد لإرشاد المصلين وذلك تمهيدا لإعادة فتحها غدا لأداء الصلوات الخمس فقط مع استمرار تعليق صلاة الجمعة وعملت وزارة الأوقاف على توزيع مستلزمات التعقيم على مدريات الأوقاف لإجراء حملة التطهير والتعقيم الشاملة مع مواصلة هذه الحملة بشكل دائم وتشمل القواعد المنظمة فتح المساجد التي تجددها وتحددها كل مديرية دون الزوايا وعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات ومصليات السيدات والأضرحة وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو أي مناسبات اجتماعية هذا ويتم فتح المسجد قبل الأذان بعشر دقائق وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق كما يجب على المصليين اتداء الكمامة واستحاب سجادة صلاة خاصة بها ترجمة نانسي قنقر